أصدرت قوات الدعم السريع السودانية يوم الأحد بياناً قالت فيه أنها ستمدد وقف إطلاق النار الإنساني لمدة 72 ساعة إضافية ابتداء من منتصف الليل في الأول من مايو بالتوقيت المحلي وأكد الجيش السوداني في بيان بنفس اليوم أنه سيحافظ على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة إضافية بعد انتهاء الهدنة الأخيرة في سياق متصل التقى جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دفع الله الحاج علي وكيل وزارة الخارجية والمبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة للسودان في الرياض بعد ظهر يوم الأحد ودع البديوي طرفي النزاع إلى الحفاظ على الهدوء ووقف تصعيد العنف بأي شكل من الأشكال ويعطاء الأولوية للمصالح الوطنية للسودان هذا وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان يوم الأحد إن الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية الدولية وصلت إلى بورت سودان في شرق السودان يذكر أن هذه الدفع من المساعدات يبلغ مجموعها ثمانية أطنان وستوفر الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها للعديد من المستشفيات في السودان ودعت اللجنة الدولية طرفي النزاع إلى ضمان حركة الإمدادات ترجمة نانسي قنقر